اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدائرة الأولى الفائز فيها عادل عبد الرحمن محمد أحمد العسومي الدائرة الثانية سوف تجرى الاعادة بين كل من سوسن محمد عبد الرحيم كمال وفيصل حسن عبد الرسول بن رجب الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من ممدوح عباس أحمد الصالح ومهدي عبدالهادي عبدالله محمد اشرار الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من عمار احمد غلوم البناء وعبدالرحمن راشد عبدالرحمن خلف بمجيد الدائرة الخامسة سوف تجرى الاعادة بين كل من احمد صباح سلمان السلوم وناصر عبدالرضى محمد علي القصير الدائرة السادسة سوف تجرى الاعادة بين كل من معصومة حسن عبدالحسين عبدالرحيم وعلي حسن أحمد علي العطيش الدائرة السابعة سوف تجرى الإعادة بين كل من زينب عبدالأمير خليل إبراهيم وعفاف محمود عدنان الموسوي الدائرة الثامنة سوف تجرى الإعادة بين كل من فاضل عباس علي عيسى السواد والسيد محمد عاشور محمد هاشم حسين الدائرة التاسعة سوف تجرى الإعادة بين كل من عمار حسين إبراهيم عباس وزهر عيسى حسن علي حرم الدائرة العاشرة سوف تجرى الإعادة بين كل من علي محمد عيسى عبدالله سحاقي وإيمان حسن إبراهيم عبدالله شويطر ثانيا محافظة المحرق الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من حمد أحمد محمد صالح الكوهجي ومحمد رفيق قارئ سعيد الحسيني الدائرة الثانية سوف تجرى الاعادة بين كل من إبراهيم خالد إبراهيم النفاعي وإبراهيم جمعة علي محمد الحمادي الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد عيسى أحمد عبدالله العباسي ومحمد جاسم راشد العليوي الدائرة الرابعة الفائز فيها هو عيسى عبدالجبار محمود الكوهجي الدائرة الخامسة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمود يوسف محمود عبدالله المحمود وخالد صالح أحمد بوعنق الدائرة السادسة الفائز هو هشام أحمد يوسف أحمد العشيري الدائرة السابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من عمار سامي علي حسن قنبر ويوسف عبدالغفار عبدالله محمد الدائرة الثامنة سوف تجرى الاعادة بين كل من يوسف أحمد حسن محمد الدوادي وعبدالرحمن علي عبدالرحمن بوعلي ثالثا المحافظة الشمالية الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من كلثم عبدالكريم جاسم محمد نايم الحايتي وحبيب أحمد علي شبيب الدائرة الثانية الفائز فيها فاطمة عباس قاسم محمد الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من عبدالله إبراهيم مبارك خليل الدوسري وحافظ إبراهيم عبداللطيف الدوسري الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من غازي فيصل حسن حسين آر رحمة ونظال إبراهيم يوسف الشوملي الدائرة الخامسة سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد يوسف غلوم عباس علي والسيد فلاح هاشم فلاح عبدالله الدائرة السادسة الفائز فيها هو عبدالنبي سلمان أحمد ناصر الدائرة السابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد أحمد يوسف أحمد الدمستاني ومنير إبراهيم أحمد حسن سرور الدائرة الثامنة سوف تجرى الاعادة بين كل من عبدالله خليفة جمعة عبدالكريم الدوادي وعبدالرحمن عبدالله الحميدان النجدي الدائرة التاسعة سوف تجرى الاعادة بين كل من يوسف زين العابدين محمد زينل وعباس جمع عباس أحمد محمد العماني الدائرة العاشرة سوف تجرى الإعادة بين كل من محمد اسماعيل عباس أحمد العمادي وباسم سلمان محمد سلمان رحمل مالكي الدائرة الحادية عشر سوف تجرى الإعادة بين كل من محمد خليفة عبدالله حسين بوحمود وعلي سالم عبدالله الفضلي الدائرة الثانية عشر سوف تجرى الإعادة بين كل من محمود مكي سلمان إبراهيم البحراني ومريم جميل سعيد علي مدن رابعا المحافظة الجنوبية الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من نسرين معروف عمر معروف وأحمد محمد أحمد سعد العامر الدائرة الثانية سوف تجرى الاعادة بين كل من عيسى علي جمال القاضي ومحمد سلمان محمد صالح الأحمد الدائرة الثالثة الفائز فيها أحمد يوسف عبد القادر محمد الأنصاري الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من علي أحمد علي زايد ومحمد يوسف محمد المعرفي الدائرة الخامسة الفائز فيها فوزية عبد الله يوسف زينل الدائرة السادسة سوف تجرى الاعادة بين كل من عبد الرزاق عبد الله علي حطاب ومحمد عبد الرحمن درويش علي التتان الدائرة السابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من علي ماجد علي حسن الماجد النعيمي واحمد سالم محمد سالم التميمي الدائرة الثامنة الفائز فيها هو محمد إبراهيم علي مهنس سيسي البوعينين الدائرة التاسعة سوف تجرى الاعادة بين كل من نوار عبد الله يوسف محمد عبد الله المطوع وبدر سعود جبر عبد الله الدوسري الدائرة العاشرة الفائز فيها هو عيسى يوسف عبدالله أحمد الدوسري وبناء على ما تم إعلانه من قبل رؤساء اللجان الإشرافية بشأن نتائج الانتخابات البلدية وطبقا للمادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية فإن النسخ المرسلة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من قبل اللجان الإشرافية تتضمن النتائج التالية أولا محافظة المحرق الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من وحيد محمد أحمد لبديد المناعي وعبدالله يوسف عبدالله محمد هلال السهلي الدائرة الثانية الفائز هو حسن فاروق حسن أحمد الدوي الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد جاسم صالح حمادة وباسم عبدالله عليم جدمي الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من غازي عبدالعزيز يوسف جعفر المرباطي وفيصل عبدالرزاق محمد عبدالرحمن العباسي الدائرة الخامسة سوف تجرى الاعادة بين كل من صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع وأنور منصور غانم يحيى الحريري الدائرة السادسة الفائز هو فاضل عباس أحمد العود الدائرة السابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد محمد عبداللطيف أحمد المقهوي وعادل حمد محمد يوسف الجار الدائرة الثامنة الفائز هو عبدالعزيز ثامر خليفة هزاع الكعبي ثانيا المحافظة الشمالية الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من السيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي وياسر علي عبدالعزيز أحمد نصيف الدائرة الثانية الفائز بالتزكية هي بدرية إبراهيم عبدالله محمد عبدالحسين الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد سعد صالح سعد ميبر الدوسري وأحمد موسى عبدالله عيسى الدوسري الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من لائق إبراهيم عبد علي سلمان وفيصل محمد علي عباس شبيب الدائرة الخامسة سوف تجرى الأعادة بين كل من أحمد محمد عبد الله الكوهجي وعيسى عبد علي سلمان يوسف العصفور الدائرة السادسة سوف تجرى الأعادة بين كل من حسين محمد كاظم حسين العالي وقاسم حسن علي إبراهيم السماهيجي الدائرة السابعة سوف تجرى الأعادة بين كل من زينة جاسم علي جاسم وعلي صالح حسين عبد الله محمد الدائرة الثامنة سوف تجرى الأعادة بين كل من ياسين زين العابدين محمد زينل وعبد الله رامي راشد أحمد عبد الله مبارك الكعبي الدائرة التاسعة سوف تجرى الأعادة بين كل من أحمد محمد منصور أحمد شعبان وعبد الله مبارك بلال مبارك الدائرة العاشرة سوف تجرى الاعادة بين كل من محمد يوسف محمد راشد الضاعن وناجه عبيدة جهام عنفوس الدائرة الحادية عشر سوف تجرى الاعادة بين كل من أحمد علي راشد المناعي ومحمد حبيب عبد النبي عبد الحسين محمد الدائرة الثانية عشرة سوف تجرى الاعادة بين كل من جمال يوسف محمد علي وزينب محمود علي عبد الحسين الدرازي ثالثا المحافظة الجنوبية الدائرة الأولى سوف تجرى الاعادة بين كل من إيمان حمد حسن عبد الله وجاسم خليفة جاسم حسين بوحمود الدائرة الثانية سوف تجرى الاعادة بين كل من مر الله شهين مر الله شهين عبد الله ومحمد عبد الله محمد الخال الدائرة الثالثة سوف تجرى الاعادة بين كل من عبد الله إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم ومحمد محمد عبد الله حسين الرفاعي الدائرة الرابعة سوف تجرى الاعادة بين كل من عمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وعيسى محمد خالد محمد الغرير الدائرة الخامسة سوف تجرى الاعادة بين كل من عبد اللطيف محمد سلمان محمد وخالد صالح محمد قايد شاجرة الدائرة السادسة سوف تجرى الاعادة بين كل من خالد عبدالله راشد عبدالرحيم جناحي وابراهيم ابو بكر علي محمد الدائرة السابعة الفائز فيها هو عبدالله احمد ابراهيم بوبشيت الدائرة الثامنة الفائز هو بدر صالح عبدالعزيز الدريب التميمي الدائرة التاسعة سوف تجرى الإعادة بين كل منه ناصح عايض عساف الدخيل وطلال عتيق بشير دهام الدائرة العاشرة الفائز بالتزكية هو أحزام إبراهيم مفرج الدوسري بناء على ما تقدم فسوف تجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية في الدوائر التي تمت الإشارة إليها في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 بإذن الله تعالى وبهذه المناسبة ترفع اللجنة العليا الإشرافية على سلامة الانتخابات ورؤساء اللجان الإشرافية خالص التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي العزيز بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 في دورها الأول والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 67% بالنسبة للانتخابات النيابية وما يقارب 70% للانتخابات البلدية سألين المولى سبحانه وتعالى للمملكة دوام التقدم والخير والازدهار وأن يمد الجميع بعونه لأداء الرسالة وحفظ الأمانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته